فاتوا دول للفاينال إن شاء الله الفاينال الموسم ده كمان مع تكرار هذه الأسئلة أو هذه الملاحظات تحقيق البطولات على المستوى القاري شيء صعب مسهل لأن المشوار طويل وبيحتاج منك زخيرة كبيرة جدا جدا ولكن ما بقول زخيرة فأنا ما بقعنيش اللاعبين فقط أنا بقعني زخيرة خاصة بالنادي ككل النادي الآلي ما قدرش أقول إنه مميز عشان عنده مجموعة لعيبة كويسة وجهاز فني مستقر وعنده قدرات وبيقرى الملعب وكلام لا النادي الآلي إدارة نمرة واحد جهاز ولعبة جماهير إعلام عنده قناعة بيه وإعلام نسبة كبيرة منه بتميل للنادي الآلي خلينا نبقى واضحين يعني فمقاومات تحقيق البطولة متوفرة جوى النادي الآلي أكتر من أي نادي أفريقي آخر أنا أتصور إن النادي الآلي إمكانياته المادية والبشرية بعيدا عن الشق الفني بتفوق أي إمكانيات موجودة لأي نادي آخر داخل أفريقي هو نادي محترف يعني بالنسبة وسط هو تقدر تقول كده لكن هو نادي محترف بنسبة 70% لو كلمنا عن الاحتراف الأوروبي مقارنة تنبيه هناك على المصوى القاري هو زي ما أنت قلت كده هو محترف وسط هو فعشان كده هو بيوصل عشان كده هو بيحقق عشان كده يستفيق بسرعة لو تعثر في مباراة ومرت عليه أجيال كتيرة وكل الأجيال حققت إلى حد كبير فأنت الموضوع مش موضوع العيبة بس لا هناك سياسة عامة خاصة بالإدارة بتفرض أسلوب معين على الأداء سواء كان فيما يخص الجهاز أو اللاعبين بحسب موقع مغربي تصريحات على لسان السيد سعيد النصيري رئيس مجلس إدارة نادي الودادة البيضاوية المغربي المحتمل أن يتواجد كطرف في مباراة النهائي في دوري أبطال أفريقيا أن اجتماع المكتب التنفيذي أسفر عن 16 صوت للمغرب لتحتضن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا مقابل ثلاثة أصوات لا مش لمصر إن مصر ما قدمتش أصلا ليه السنجال وبالتالي هذا القرار سيصدر قريبا بحسب ما قال هو في تصريحاته لوسائل الإعلام المغربية وده بيرجعنا لبيان الأهلي وبيان اتحاد الكرة والمطالبات بإقامة المباراة على أرض محيدة كافتا انطلعت مبدأيا مصر ما قدمتش أساسا طلب استضافه لكن في دول قدمت السنجال والمغرب ولكن القرار حتى اليوم لم يصدر فالأهلي اعتبر ده غياب للعدالة ما ينفعش بعدما للفرق وقلت لأربعة تختار واحد منهم يستضيف المباراة النهائية شايف المشهد ككل ازاي علامة استفهام كبيرة جدا لو المباراة قيمت في المغرب خصوصا إذا كان هناك بديل محايد احنا بنكلم عن السنغال اعتقد فيه بلد دولة تانية يمكن نيجيريا قيل نيجيريا مظبوط وكان من أيام من بعض التقارير تكلمت أن نيجيريا هي اللي اختيرت قبل ما ينفذ فأنا مش شايف أنه فيه مبرر لاختيار المغرب في ظل وجود طرف من أطراف النهائي من المغرب ده انحياز واضح وصريح وفيه شبهة يعني الوصف الصحيح أنه ده فيه شبهة طالما لو ما عندكش حلول أخرى لو المغرب بس هي اللي قدمت وفيه قصور عندنا هنا لأن احنا ما قدمناش مش حد يقدر تتكلم لكن طالما أنه عندك حلول أخرى ولتكن السنغال وتقول لأ مغرب وإن لما تيجي تصوت 17-3 أو 16-3 فيه شيء جوه مش مظبوط فيه شيء جوه مش مظبوط وكلنا عارفين أن التصويت بيسبقوا تربيطات معينة بره الاجتماعات طبعا لا أكيد فيه حاجة مش مظبوطة واتحاد الكرة لازم يسعى بقوة مش النادي الأهلي تحاد الكرة لازم يسعى بقوة لأنه القرار يبقى فير أنا منقولش إن المتش يجي مصر لكن على الأقل يبقى فيه دولة محايدة ده الوضع حاليا بالنسبة لهذا الأمر هروح للدوري لكن هسألك على حاجة أوروبية يا كابتن دلاط لما مدرب زي كلوب يكون وصلنا لآخر أسبوعين ثلاثة في الموسم كله وبينافس على الأربع بطولات اللي بيلعب فيهم دوري كاس هيلعب الفاينل بتاع السابت اللي جاي دوري ناقص ثلاث جولات دوري أبطال أوروبا ناقص له ماتش والربع كاس كاس ماعتمد على شخصية اللاعب هناك لعبين متمرسين على مثل هذه المواقف يعني هو بيلعب في أوروبا وبعد ثلاث يام بيجي يلعب الدوري ده من البدايات يا رب ربط